اشتركوا في القناة في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل بني إسرائيل نموذج لسائر البشر هؤلاء كانوا يشكلون حضارة كاملة اجتمعت فيهم مختلف حالات الأمم في البداية كانوا مضطهدين ثم أصبحوا ملوكا وكان فيهم الأنبياء والعلماء والأثرياء والمستكبرين وعبدة الطاغوت والمخالفين إلى أوامر الله وغير ذلك جاء الأنبياء عليهم السلام لهدايتهم وأنعم الله عليهم لكنهم آمنوا أولا ثم كفروا بهذه النعم وقتلوا الأنبياء فذكرهم الله مثالا لسائر الأمم ليكونوا عبرة لجميع الناس خاصة لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل منوا إسرائيل هم اليهود كلمة إسرائيل اسم للنبي يعقوب صلى الله عليه وسلامه عليه ومعنى إسرائيل عبد الله فنسب اليهود إلى أبيهم الأعلى مثل ما البشر ينسب إلى النبي آدم وهو الأب الأعلى حيث نقول يا بني آدم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم جميع النعم كل النعم المادية والمعنوية حذف المتعلق يفيد العموم وأوفوا بعهدي عهد الله تبارك وتعالى بالإيمان والطاعة كل عهد عهده الله إليهم سواء كان ذلك وقت أخذ موسى عليهم السلام عنهم العهد بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله الذي سيأتي أم في الوقت الذي أخذ الله عنهم العهد في عالم الذر وأودع هذا العهد في فطرتهم لتكون الفطرة دليلا على هذا العهد أوفوا بعهدي في المقابل شنو أوفوا بعهدكم أعطيكم حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله تبارك وتعالى ضمن لمن وفى بعهده أن يعمر دنياه وآخرته فإذن هناك معاملة بين الله وبين العباد أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يأتي رجل عند الإمام الصادق عليه السلام ويقول له جعلت في ذاك إن الله يقول أدعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال عليه السلام لأنكم لا توفون بعهد الله لو وفيتم لله لوفى الله لكم وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير هذه الآية الكريمة قال وأوفوا بعهدي بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أوف بعهدكم أوف لكم بالجنة فهناك معاملة بين الله وبين العباد أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون الرهبة يعني الخوف فيلزم أن يكون الخوف من الله تبارك وتعالى لا من الناس فلا تخافوا من غير الله إذا وفيتم بالعهد وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن مصدقا لما معكم يعني القرآن يصدق التوراة لأن التوراة ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وذكر القرآن الكريم فتم تصديق ما ذكره التوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله طبعا التوراة الأصلية كانت مصدقة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلا المقدار المنسوخ منه ولا تكونوا أول كافر به يعني أنتوا لا تصيرون أول واحد يكفر بالقرآن الكريم ليش هؤلاء أول الكفار لأن هؤلاء كانوا علماء وبسبب علمهم الجهال كانوا يرجعون إليهم فكفر هؤلاء العلماء يستتبع كفر الجهال بالمرتبة الثانية فهؤلاء العلماء أول الكافرين الله ينهاهم عن ذلك ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا يعني لا تستبدلون الآيات في مقابل ثمن قليل ومعنى استبدال الآيات يعني عدم الإيمان بها فلا يؤمنون في مقابل بعض المصالح الدنيوية الرئاسة وما أشبه ذلك وهذه المصالح الدنيوية قليلة جدا لأنها مهما كانت كثيرة وكبيرة لكنها تنقطع وتنتهي والشيء الذي ينتهي فهو قليل وإيايا فاتقون التقوى يجب أن يكون من الله تبارك وتعالى لا يخاف الإنسان غير الله تبارك وتعالى لأن الله بيده كل شيء كل نفعا وضر كما قال الله تعالى قل كل من عند الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين